اشتركوا في القناة وثلاثين عاما عام 2013 لسرقته سيارة وتهربه من الشرطة انتهت مطاردة الشرطة له بمواجهة شاركت فيها فرق من القوات الخاصة واستخدم فيها الغاز المسيل للدموع قبل أسبوع من اعتقاله كان متورطا أيضا في سرقة مصرف ووجهت له 26 تهمة بما فيها السرقة والسطو المسلح والتعدي على ممتلكات خاصة ثم الفرار على مر الأشهر التي أعقبت سجنه بدأ ديريك يخطط للهرب بمساعدة والدته وصديقته وزوج أمها في 28 من شهر يوليو عام 2013 نقل إلى سجن مقاطعة جارلاند عقب موثوله أمام المحكمة هذا المقطع الذي سجلته إحدى كاميرات المراقبة يظهر ديريك وهو يتحدث مع والدته عبر الهاتف المخصص للسجناء قبل أن يرمي السماعة من يده ويهرع خارجا عبر نفذة الاستقبال ومن تماء يخرج من الباب الرئيسي ويستقل سيارة تنتظره في الخارج ويهرب بسرعة تبين لاحقا أن صديقته المدعوة تامارة أبشاو هي من كانت تقود سيارة الفرار وأن زوج أمها تولى إلهاء مسؤولي القسم ووجه أنظارهم إلى جهة أخرى مانحا ديريك الفرصة المثالية للهرب اعتقلت والدة ديريك لضلعها في عملية الهرب بعد استماع المحققين للمكالمات الهاتفية التي جرت بينهما والتي تشير إلى تورتها بعد أقل من شهر على هربه وجد ديريك وصديقته في بيت في ولاية أركانساس وقبض عليهم عام 2015 أقر ديريك بمسؤوليته عن التهم المواجهة إليه وحكم عليه بالسجن لمدة 32 عاما وحكم على صديقته بالسجن لمدة 3 سنوات لمساعدته على الهرب أما الشريكان الآخران فينتظر عن المحاكمة ثانيا توري تي سميث اعتقلت توري البلغة من العمر 31 عاما عام 2009 لتعديها بالضرب على صديقها بعد ساعتين فقط من إهداعها السجن وجدت فرصة سانحة للهرب في الفيديو الذي سجلته كاميرا المراقبة نرى حارسا يدخل السجن ويغلق الباب خلفه لكن تبين أنه لم يقفله بعدها طلب من موظف آخر أن يحل مكانه ريث ما يعود ويخرج طاركا الباب الآخر مفتوحا أيضا لاحظت توري ما حدث فاستأذنت للذهاب إلى المرحاد وبدأت عملية الهروب خرجت سريعا عبر البابين المفتوحين دون أن ينتبه إليها أحد وفرت هاربة في النهاية نراها تجتاز سياجا قبل أن تتوارى عن الأنظار عثر على توري واعتقلت مجددا بعد 24 ساعة فقط من هروبها سجنت بنفس التهمة السابقة بالإضافة إلى تهمة الفرار من السجن ثالثا روكي ماركيز اعتقل روكي عام 2010 على خلفية تهم عدة بما فيها التزوير والتأثير على الشهود والقيادة تحت تأثير الكحول وجرائم أسلحة ومخدرات تعرف ماركيز في السجن على سجن كان قد اقترب موعد الإفراج عنه وبطريقة ما أقنعه بأن يبادله هوية السجن التي يرتديها السجناء بالمعصم ليخرجه بدلا عنه وهكذا خرج من السجن ببساطة ظل ماركيز فارا من الشرطة لمدة ثمانية أشهر إلى أن تم تعقب سيارته وأودع سجنا آخر في ولاية أخرى لكن ما لا يصدق هو أنه هارب مرة ثانية بنفس الطريقة في هذا التسجيل أرى كيف يخرج ببساطة دون أن يسأله أحد شيئا حتى إن سلطات السجن لم تعرف أنه هارب إلا بعد مضي خمسة أيام بعد شهر ونيف عصر عليه في المكسيك وتمت إعادته سريعا إلى الولايات المتحدة عام 2014 أقر روكي بالعديد من التهم الموجهة إليه بما فيها التخطيط لحيازة وتوزيع ألف كيلوغرام من المرخوانة والتخطيط لعمليات تبيض أموال في الثامن والعشرين من شهر يوليو عام 2014 حكم عليه بالسجن لمدة ثمانية عشر عاما رابعا هروب من سجن صيني في الثاني من شهر سبتمبر عام 2014 هرب ثلاثة سجناء من سجن شمالي غرب الصين جميعهم كانوا مسجنين لارتكابهم جرائم عنيفة بما فيها القتل وأحدهم كان محكوما بالإعدام اتحد الثلاثة وبدأوا التخطيط للهرب في الساعة السادسة صباحا استحب حارس أحد السجناء الثلاثة إلى غرفة التحقيق استجابة لطلبه إجراء مكالمة هاتفية ما إن دخل السجين الغرفة حتى بدأ يخنق الحارس إلى أن أماته ثم تبعه السجينان الآخران وأخرج مفاتيح من جيب الحارس واستخدماها للحصول على ملابس الشرطة ارتدت ثلاثة لباس الشرطة وخرجوا من السجن الواحدة والآخر عرضت الشرطة جائزة قدرها 20 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تدي إلى القبض على الفارين وفعلا تم القبض عليهم بعد عشرة أيام في الثالث عشر من شهر نوفمبر حكم على اثنين منهما بالإعدام لقتلهما حارس السجن بينما حكم على الثالث بالسجن مدى الحياة لدوره في عملية الهرب كذلك صدرت أحكام بالسجن بحق ثلاثة حراس لمدة تتراوح بين ثلاث إلى ست سنوات لإساءة استخدام السلطة حيث إن أحد الحراس أمر بتخفيف المراقبة وتقليل نوبات الحراسة في السجن وآخر وجد مسؤولا عن نقص الرقابة على الملابس الخاصة بالشرطة أما الثالث فكان نائما أثناء عملية الهروب إنه بريزن بريك الصيني خامسا إيل تشابو خواكين كوزمان البلغ من العمر 61 عاما والمعروف بإلقب إيل تشابو هو زعيم تهريب مخدرات مكسيكية ومتزاعم عصابة سينالوا التي تصفها الحكومة الأمريكية بأنها أقوى عصابة تهريب مخدرات في العالم منذ عام 1989 هربت العصابة كميات كبيرة من المخدرات من دول أمريكا الجنوبية إلى الولايات المتحدة ودول أخرى يعزى نجاحهم بالدرجة الأولى إلى وسائل التهريب التي يتبعونها ومنها التهريب عبر أنفاق مكيفة تمتد أسفل الحدود المكسيكية جند جوزمان الكثير من الرجال لحمايته شخصيا وحماية إمبراطوريته ويقال إنهم مسؤولون عن مقتل أكثر من ألف شخص عام 1993 ولقي القبض على جوزمان وحكم عليه بالسجن لمدة عشرين عاما في السجن المكسيكي إلا أنه فر من السجن عام 2001 في عربة لنقل الملابس المتسخة بعد أن قدم ريشا للمسؤولين والحراس بمن فيهم رئيس السجن نفسه بعد خروجه للحرية من جديد عاد جوزمان لإدارة إمبراطوريته وتوسعتها وفي عام 2009 أشارت تقارير إلى أن مكاسب عصابته تقدر بثلاثة مليارات دولار سنويا أصبح إيلتشابو والهدف الأول للحكومة الأمريكية بين مهرب المخدرات وعرضت تقديم خمسة ملايين دولار للقبض عليه عام 2014 توصلت السلطة إلى مكانه في فندق مكسيكي وقبضت عليه مجددا الرئيس المكسيكي إنريكي بنيانيتو رفض طلب الحكومة الأمريكية طرحيل جوزمان إلى الولايات المتحدة معاللا ذلك بأن هروبه مرة أخرى غير ممكن في 11 من شهر يوليو عام 2015 هارب جوزمان مجددا من سجن مكسيكي مشدد الحراسة لكنه لم يخرج من باب زنزانته هذه المرة أظهر تسجيل كاميرا المراقبة جوزمان يتجول في زنزانته ثم يذهب إلى الحمام ويختفي اكتشف لاحقا أن جوزمان هارب من خلال نفق يمتد إلى كيلومتر ونصف محفور أسفل السجن مباشرة يظهر هذا الفيديو مدى حسن تجهيز النفق الذي يحتوي على مصابح وفتحات تهوية وحتى دراجات نارية يعتقد أنها كانت تستخدم لنقل مواد أو ربما لنقل جوزمان نفسه أصدرت تسجيلات زنزانة جوزمان في أكتوبر عام 2015 مزودة بالصوت تبين مدى وضوح الضجيج الناتج عن حفر النفق ولعلها تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الحراس أجاز عملية الهروب قبض على إلتشابو مرة أخرى وهو حاليا مسجون في المكسيك ويحتمل ترحله هذه المرة إلى الولايات المتحدة وربما يكون الآن يفكر ويخطط لهروب جديد إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟ كانت تسير بسرعة 160 كم في الساعة به من الجهة الخلفية ويقول محام الرجل إن قوة الاستضام جعلت سيارته تنحرف من مسلك إلى آخر وأن سبب الحادث هو انشغال السائقة خلفية سلام الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ تشتهر ولاية كولورادو الأمريكية بامتلائها بالعديد من الأماكن المريبة والمرعبة كالمطاحن التي تستلهم وجودها من أساطير قديمة وأنفاق مظلمة تؤدي إلى المجهول جمعت لكم في هذا الموضوع مجموعة من أكثر الأماكن ريبة ورعبا في كولورادو لعلكم تكونوا من محب المغامرة وهوات قصص الرعب فتزوروا هذه الأماكن مطحانة الكريستال تمتلئ ولاية كولورادو بشكل عام بمطاحن التعدين القديم لكن تعتبر هذه المطحانة الأكثر غربة بينها جميعا إذ تم بناء المطحانة عام 1893 فوق نهر الكريستال وعملت كقوة لمنجم الخضة في جبل الأغنام بالمنطقة عام 1917 لكن الآن تعتبر هذه المطحانة مقصدا لكل من يملك أحذية مشي ممتازة لاستكشافها على الرغم من الريبة المنتشر حولها صومعة صاروخ العمالقة في ستينية القرن الماضي كانت ستة مواقع في كولورادو تعتبر منزلا وموقعا للصواريخ العملاقة وعلى الرغم من أن معظم هذه المواقع باتت ملكا للقطاع الخاص بالوقت الحالي وغير معروضة للجمهور لكن بقيت واحدة وهي الصومعة واحد المتواجدة في منطقة ريفية بالسهول الشرقية للولايات